السلام عليكم خوتي مرحبا بكم معنا ان شاء الله فيديو جديد في حول الله حول الطيور اخواني الكرام لا تنسوش تبعيل الجرس و ايضا اعمل اشتراك والحنات و اندقوا مباشرة الفيديو السلام عليكم اخواني الكرام مباشرة نهضروا شوية هذا حب رشيد خوتي يجي لكل ارتاع حمراء كما راكم تشوفو هنا في الصورة اواضح هذا تبقى عند العشاب هذا حق فاميل يعطيك ما شاء الله يعطيك حق ما تخدم عام مش تخدم اسمانة او لا وهذا ايضا 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 حق فاميل كما راكم تشوفو خوتي في الصورة راهو واضح اخواني الكرام هذو الزوت نوعين غانيين بالفيطامين فيهم الفيطامين بالزيف الفيطامين او البيت الفيطامين او البيت الفيطامين سي الفيطامين الماغنيزيوم فيهم الفيطامين الماغني في المرحلة في المرحلة يكتب بشوفين وما يفوائده ويكتب حب رشيد وما يفوائده سوف نخرج لك يعني قال الفيطامين الماغني في المرحلة نجهز بهم الطيور التاعي في مرحلة غيار الريش وفي مرحلة الراحة وتجهيز الظوكور والإناث للتزوج هذا محفز قوي جدا محفز قوي جدا هذا محفز قوي جدا هذا محفز قوي جدا سوف نضيف لهم البيض المسلوق أيضا بالقشورتها لان القشورتها في الكارسيوم غني بالكارسيوم اخواني الكيرام بلا ما نطولوا بزيف ان شاء الله ندخلوا في الفيديو نوريكم الخلطة كيف اجدارة كي نوحد النقطة هاما خوتي في الفيديو كي يحب يزيد مع الخلطة هذي يزيد عظم السيربيا يعني الحبار يعني هذاك العظم البيض من بعد ان شاء الله ما عنديش اهنا راول فوق في الشامبرا تعطوه يور ان شاء الله من بعد نصوره ونديروا عليه فيديو ان شاء الله هذا كفيني لازم بزيف في الانتاج في مرحلة الانتاج ما نخوتي بلا ما نطولوا عليكم بزيف هذا فياميل هذا فياميل مشي حاجة غالية تدخل عند اللي بيع ماويد الأعشاب ماوقع لطب الباديل أو الأعشاب الطبية واللوم تشري ما عنده تشري هذا وتشري هذا وتشري بزيف البردوية ودخرين ان شاء الله لاحين ان شاء الله من بعد احين نديروا عليهم ان شاء الله دي فيديو اخواني الكرام احنا نبدأ بالخلطة الأولى هذي لان هذه الخلطة هذا هو وقتها مهمة جدا باش ان شاء الله من بعد تعطيك انتاج ما شاء الله تعطيك امام هذا ومع هذا مصوالح هذا حب رشاد خوتي حب رشاد هذي يداوي حتى الكبده يداوي حتى الكبده يداوي حتى الكبده على الطائر والشوفان غاني يعني التعريف اخواني الكرام يعني شوفان فوائده كبيرة بزيف كبيرة حتى للانسان ما لا اخوتي بلا ما نتحدث لكم ندخلوا مباشرة من الفيديو ومشتوا في الفيديو وخوتي راح ندخلوا الان للعملي وفراتيك خوتي راحوا مباشرة ونبدأوا الشرح التالي مباشرة إذا اخواني الكرام هذا هو الشوفان اخوتي هذا هو الشوفان نديروا شوية نديروا بزيف على السبب الكمية تاع الطيور اللي عندك اخواني الكرام نديروا شوية تشوفان فروا بو ونطحنوها اخوتي نديروا شوية نديروا شوية ونطحن المليح لا يجب أن يقول بودرة بودرة اخواني الكرام هذه الخلطة مفيدة جدا لطيور في مرحلة التجهيز بغيرها من الممكن لطيور الكميور اخواني الكرام كما اعتقد كما أرى سهلة جدا وتجهيز بعض الأزيرة في الموثم يعني توضيدي الريش والتزاود وكل شيء كما رأيكم تشوفوا هنا خوتي عندي كاميرا لاغو كاميرا الأخرارة شوية عيانة إن شاء الله يكون يبين لكم هاوليكم ها يقولي بودر هكذا يقولي بودر هكذا خوتي هذا فيما يخص الشوفين هاوليكم هاو يبين مرمو هذا تشري كما نقولو هيا تروح عند باعة يعني الأعشاب وتقولو أعطيني الشوفين هكذا إخواني كاميرا هاوليكم باين واضح في الصورة هاو الشوفين وهذا إخواني كاميرا هذا وحب برشيت اكثر هل ستحضن لونة احمر ستحضن لبني ستحضن لبني وهذا كان يوجد أعشاب كاميرا هل تروح لي فى آخير اعطيني شوفين هكذا أخي العزيز هذا سهلا هذا موضوع هذا هو مستقبل هذا هو مستقبل هذا مستقبل هذا مستقبل هذا مستقبل لأنه يكون مستقبل الآن سنضيفه نضيفه مطحون كما رأيكم ترى ولكن نضيفه يضيفه لا تكفره ونضيفه 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 نضيفه نضيفه ونضيفه ونضيفه هذا يجب أن يكون بالفتامين والمagnision قد ونضيفه يجب أن يكون مفيدة جدا في مرحلة وهي يجب أن يريد فترة الراحة ويجب أن تجهيز الإنس ويجب أن تجهيز ذكر مفيد جدا مفيد لتجهيز الطوير والإناث كما ترون السلطة ونخلطوهم بها ونخلطوهم بها كما هاك هذا رح يساعد بزيار في الطيور بتاعكم في الخروج من غيار الريش بسرعة فيتامينات للطائر هياجين ويعني تحذير الطائر لموسم جديد هاكذا اخواني كيما لكم تشوفوا هذه الطريقة اخوتي هاكذا قنضيف لهم البيض المسلوق اذا اخوتي في البيض المسلوق هنو ندي الربعة حبيت ها منيكم زوج ونرى القشور لما لا تستشعر toda ولكن القشور في الكارسيون مفيد جدا اخواني كيرون هذه طريقة اخواني هذه طريقة اخواني لذا اخواني المسلوق لا تستشعر ولكن القشور في الكارسيون أخواني الأفاضة نقوم بسرعة فاضن نقوم بسرعة كامل ثم نقوم بسرعة ثم نقوم بسرعة قشور هذا قشور هذا الذي لديناه كما أردكم هنا هذا قشور ينطحن خوتي منبذ التفرن هذا قشور خوتي هذا قشور فررابو فررابو ياربخ ياربخ ثم نقوم بسرعة لنقوم بسرعة ونقوم بسرعة نقشب تياري إخواني طريقة سهلة ثم نقشب تبه بشكل مراحل نبخل لكن أرى خلطت قمت بفضل 있습니다 بشكل مزع ربما أرى خلطت ونضع الكيرام لأضحل الكيرام ونضع الكيرام لأضحل الكيرام ونضع الكيرام ونضع الكيرام في هذه الحلقات أمرا فيطامين وعراق ربما كيرام اخواني الله نضع أضحل الكيرام فيطرا فكرة وبالتجرب ونضع افكار ونضع الماء منذ العنzym ونضع الضحيد نحاكم البيث تماما و ندروه الخلطة هذيك اللي درناها اذا اخواني كرام نرحيوها منيح زي كما راكم تشوفوا نترحها منيح معا الخلطة نحاكم البيث نرحيوها 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 الخلطة اللي اختمناها هذه الخلطة يا خوتي خلطة صحرية عجيبة جدا هذه الجهاز الطيور خرم الفيطامينات و خرم كلش خلطة طبيعية من فرش وتجهز لك الطيور طيعة بنسبة 100% اخواني كرام نرحيوها كما راكم تشوفوا معنا اخوتي احنا تشوفوا نرحيوها تشوفوا و انتبه نضيفها نضيفها اشتركوا في القناة كما تفعلون الناس نضع الخلطة تخلط على مليح وعندما نقوم برحمة الخلطة تنظر على خلطة هذه الخلطة أخوتيك خلطة شباب الزيب ساعدكم في غيار ريش تجهيز الإناث والذكور لمرحلة التزاوج هايجين ريش يخرج باب وتقلل نسبة الأمراض للطيور والآن تقديم الخلطة للطيور للطيور تقديم الخلطة ولدم وقمت سيكون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايضا حتى تسمعوا الخلقات الجريئين بحول الله لا زالوا برين الخلقات لا تقريبين ونعاونكم ان شاء الله الارماش بتاع الطيور الزيمة وبكل انواعها ونشاء الله سيبراعوا ونشاء الله انتها بقع الطيور اخواني كامل تحصلوا على كتاباتهم ونشاء الله ونشاء الله ونشاء الله لا تنسوا اشتفائي الجعرص اذا اقلت ايضا ونشاء الله نسا حاليا كمسا حقوق السلام عليكم رحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة